من فضله أما بالنسبة لموضوع اللي ما ذكرته الشيخ ماجد بخصوص أن كثير من الناس لا يعرف القانون الوقائي نعم بل أن كثير من الجامعات لا تدرس طلابها هذا القانون حتى طلاب القانون ما يعرفونه يعرف القانون العام و القانون الخاص و أن القانون العام قانون دولي عام و قانون مالي و قانون إداري و يعرف أن القانون الخاص و قانون مدني و عمالي و غيره ولا يوجد شيء اسمه القانون الوقائي ولذلك نحن نتكلم عنها اليوم لأهمية لأن إذا ربطنا إجراءات القانون الوقائي سنقي بإذن الله أنفسنا من كثير من النزاعات قبل نشوئها لأن القانون الوقائي يعمل قبل نشوء النزاعات وتخفيف أعبائها بعد حدوثها بإذن الله لماذا أنت ذكرت قبل قليل أن كثير من الجامعات ربما أنها لا تدرس هذا الأمر وربما في الخارج يدرس هل هو علم بحد ذاته ولا أنه أحد فروع القانون والأشياء هذه أو أنه هو يعني مستلهم من عدة قوانين معينة وش طريقته بالضبط نعم القانون الوقائي يا شيخ ماجد والمستمع الكريم هو شيء قبل النزاع الناس ينظرون إلى القانون بشكل عام إلى أنه نزاعات والذهاب إلى المحكمة و آلية الدفاع و كتابة اللوائح و المذكرات هذا شيء قبل قبل النزاع كما يقال الوقاية خير من علاج هذا شيء قبل كيف تبني إجراءاتك القانونية بشكل صحيح بشكل صحيح لكي لا يكون هناك نزاع نعم ولذلك لما نأتي لنعرف القانون الوقائي أفضل تعريف و أسهل تعريف أرى أنه مناسب للناس هو كيف نقي أنفسنا من النزاعات قبل نشوئها و كيف نحد من آثارها بعد حدوثها هذا هو التعريف الذي يبين للناس أهمية هذا القانون لذلك يا شيخ لما تطرح موضوع مثلا في قناة يوتيوب أنا طرحت مثلا مجموعة مواضيع تجد إذا تكلمت عن جريمة أو طريقة التعامل مع الجريمة تجد مشاهدات عارية جدا بينما تكلمت عن القانون الوقائي وجدت أن عدد من شاهد هذه اللقاء المختصر لا يتجاوز واحد بالمئة من شاهد الشيء بعد وقوعها لأن الناس لا يبحثون عن المشكلة إلا بعد وقوعها لا يتهيئون لها قبل وقوعها هذا الذي ذكرته هنا في المقدمة لثقافة الاستعانة بالمحامي يعني غالبا أن الناس يبحثون عن المحامي إذا وقعت المشكلة نعم صحيح يعني يظنون أنه مثل الطبيب أو كذا أنه إذا وقعت مشكلة كيف أني أتخلص منها أو إذا وقعت في المرض كيف أني أتعالج منها مع أنه فيه ناس آخرين وإن كان عددهم قليل ربما اللي هم لا يعني يأخذون الطب الوقائي فربما نحن نتكلم عن القانون الوقائي قريب من الطب الوقائي يعني كيف أقي نفسي من الأمراض قبل حدوثها نعم صحيح صحيح وبالنسبة للقانون هو أعظم من الطب ليش؟ لأن الأخطار التي تحصل في القانون في الأخطاء القانونية هي تمس الضروريات الخمس اللي جاء الإسلام لحفظها ضرورية الدين المال العرض العقل النفس وهذه أمور أساسية الآن أنا أعطيك مثال في يوم الأيام كنا جلسين في محكمة الاستعناف و ننتظر جلستنا فإذا يخرج شاب يكفكف دموعه و يخرج بسرعة ليرجع إلى السجن و لا يريد أن يشاهد والده بعد أن أيد الحكم بالقصاص لهذا الشاب تأييد الحكم بالقصاص معناه أنك سببت أزمة لجميع العائلة أصبح الجميع الآن يبحثون عن شفاعات و كيف نخرج ولدنا و كيف نعالج المشكلة بينما لو أننا اتبعنا إجراءات القانون الوقاية سنذكره في نهاية حلقة سأخفف هذه الأعباء ثم خرج بعدها والده و كأن على رأسه جبال كرة أرضية كلها من الألم و الهم يكفكف دموعه لا يعرف كيف يتصرف بينما مثلا الخلل في الصحة أو غيره يؤثر في النهاية لشخص و أثره محدود ليس كأثر الأخطاء القانونية خاصة الجنائية نعم نعم